حبا أختم بقول المسيح في عزة الشهيرة على الجبل قد سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويتطهدونكم صلي عارف بقولني يا لك يا بختك وأختم بآية كمان في رسالة يحن الأولى إصحاح أربعة والآية عشرين أو خلني آية تسعة عشر نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إن قال أحد إني أحب الله وأبغد أخاه خلي بالك أخاك ممكن يكون جارك قريبك يعني في الإنساء أي شئة فهو كاذب لأن من لا يحب أخاها الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولأن هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضاً قوعك تفكر أنك عم تعمل شيء لأنك بتحب الله لأنه الكتاب واضح بتحب ربك بتحب الله بتحب أخوك وإذا بتحب أخوك هذه العلامة الواضحة أنك أنت بتحب الله لكن لما بتطهد وبتهين وبتلعن وبتتكلم بتكفر كل هذه الكلمات القبيحة أنت عم بتتكلم ضد الله أنت شخص مرائي متدين مظهري لكن الرب شايف أنه قلبك أعمى ومظلم من الداخل بصلي اليوم أنه نور المسيح يغمر حياتك ويباركك أيضاً بحب أسمع منك اشتركوا في القناة